الحمد لله يعني ربنا أكرمنا وهبانا بدكتور كمال درويش يعني دكتور كمال درويش يعني إذا كان النهاردة سومح لي إن أنا أتكلم عن هذه القيمة العلمية الكبيرة فهو إنسان بالمقام الأول يعني هو بيمثل لنا ككلية تربية رضية الهرم مش هجمة على مستوى كليات التربية رضية لإني برضو على مستوى كليات التربية رضية لكن هختص بالكلية الأم اللي هي بيتنا كلنا الدكتور كمال درويش بيمثل لنا القدوة والقيمة والرمز الكبير جدا اللي يحمل في طياته كل المعاني الإنسانية والعلمية والأكاديمية والخبرة والاحترافية في عملية الإدارة فعلى المستوى الإنساني الدكتور كمال درويش منذ ما كنا طلبة لحد ما بقينا أسادزة في الكلية وهو دعمه ورعايته دايما بتبقى لنا بيشوف فينا الناحية الخبرة أو الناحية العلمية أو الناحية الأكاديمية اللي تخدم في المجال الأهلي برا ويبدأ يرشحنا ويوجهنا لها بشكل موضوعي جدا وبشكل يخدم المجال فأنا بس هنا بنتاز الفرصة وأحكي مشهد صوار جدا جدا على دعم الدكتور كمال درويش لطلابه في سنة 2013 بعد أنهيت رسالة الدكتوراه كنت أعملها عن شركات كورت القدم وهذه الرسالة كانت فيها نوع من الحداثة شوية عن موضوع تطبيق دور المحترفين في كورت القدم فدكتور كمال درويش وأنا كنت عمر 29 سنة كنت لسه حديث التخرج أو لسه واخد دكتوراه وكان لسه عمره صغير ده ما منعوش أنه هو يرشحني أكون مدير تنفيذي لربط الأندية المحترفة في كورت القدم في ذات الوقت هو كان رئيس اللجنة الأندية ورشحني لأشغل هذا المنصب في هذا السن الصغير ولكن علشان هو بيدعي من أبنائه وبيشوف فيهم أن هم لازم يعمل عملية تمكين لهم في المجال الأهلي فإذا اتكلمت عن الناحية العلمية فهو درس لنا في مراحل البكريوس والماجستير والدكتوراه وطول الوقت بنستفيد منه وبنتعلم منه ليه رواده وليه مدرسة خاصة به وإحنا بنتشرف أن احنا من مدرسة دكتور كامال درويش ودايما بنفتخر وبنتفخر بأن احنا أبناء الدكتور كامال درويش ويه من مدرسته فإذا اتكلمنا لدكتور كامال درويش مش هنوفي حقه بندعي له وبنتمنى له طول العمر والبركة في العمر والصحة وإن شاء الله ربنا يطولينا في عمره ويبركلينا فيه تلمزيتك كتير قوي يا دكتور